تشهد العلاقات بين الصين وتايوان فصلاً جديداً من فصول التوتر والتأزم على خلفية ما صرحت به رئيس التايوان بأن بلادها تواجه تهديدات عسكرية يومية فضلاً عن حالة العسكرة التي يشهدها بحر الصين الجنوبي لقد أصبح بحر الصين الجنوبي معسكراً بشكل متزايد تايوان تتلقى تهديدات عسكرية بشكل يومي وستواصل تايوان العمل مع الأصدقاء وتشكيل شراكات مع حلفائها لأسيما الولايات المتحدة واليابان وجمهورية التشيك التوتر الجديد يأتي على وقع إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة تعد السادسة هذا العام بقيمة 280 مليون دولار لتايوان وهو ما تسبب بارتفاع منسوب الغضب لدى بكين فقامت بتكثيف أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها ملفاً أساسياً وترفض رفضاً قاطعاً أي حديث عن استقلال أو انفصال لا من قريب ولا من بعيد تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان إن جهود اعتماد الحكومة التايوانية على القوات الأجنبية ومقاومة إعادة التوحيد بالقوات العسكرية ستذهب سدى لن نسمح أبداً لأي قوة بالتعدي أو تقسيم أراضينا ويرى مراقب أن تكثيف سياسة الضغط القصوى على بكين من قبل إدارة ترامب من شأنها أن تعقد من مهمة إدارة بايدن بإقامة علاقات مستقرة مع بكين ومما لا شك فيه أن الاهتمام الأمريكي الواضح بتايوان لا ينبع من فراغ وإنما من أهميتها للمصالح الأمريكية البالغة الأهمية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم لذا ستبقي الولايات المتحدة على دعمها لتايوان طالما ظلت هذه الأخيرة بمثابة الورقة الرابحة للضغط على التنين الصيني وحصاره خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر